قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة على بعد 96 ميلاً بحرياً جنوب شرقي نشطون بمحافظة المهرة وعضافت الهيئة البحرية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لهجوم شرقي مدينة نشطون تسربت إليها المياه بشكل لا يمكن احتواءها مما اضطر الربان والطاقم لإقلاء السفينة وأنقذتهم سفينة أخرى وأكدت أن السفينة تنجرف في الموقع ومن المتوقع غرقها وفي مذكرة أخرى لها قالت الهيئة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 65 ميلاً بحرياً غرب الحديدة مضيفة أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن تعرضه لضربة من نظام جوي غير مأهول مما أدى إلى تلف أيزاء من السفينة مشيرة إلى سلامة الطاقم واتجاه السفينة إلى ميناء التوقف التالي اشتركوا في القناة